السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي. اهلا وسلم بكم في هذا الشرح الجديد ومترجد مشروحاتي على قناتكم تيتش ريسكين العرب. اه ندعوكم الاشتراك في القناة حتى يسعي لكم جديد القناة بإذن الله تباك وتعالى. كنا قد قدمنا لكم في دورة في اخر دورة كود سيرس. هذه اخر دورة كود سيرس. ريسكين 2020 كود سيرس. لما قدمنا لكم اه عدد شروحات خاصة ب اه حلول في هذه الدورة. هذه ايضا دورة. وشرحنا كيف تقوم ايضا باضافة اعلانة الابلوفين. الاسدكي خاصة بابلوفين. بديل ادموب لما يأتي كلميت يمكنك ان تعمل هذه الشركة. لكن ارباحها ضئيلة مقارنة ب ادموب. اه هناك عدة دورات. هنا دورة هنا دورة. يعني في ضرف اقل من شهر حوالي اربع دورات. لكن ما يلاحظ ان المهتمين لا يوجد كثير من مهتمين. ربما هذا النيتش الخاص بالريسكين لا يحتوي الكثير من مهتمين ممنهم خاصة العرب. لهذا رغم ضيق الوقت تجدون ان نأتي ونطع لكم العديد والعديد من الدورات لكن ما يؤسفنا ضعف المشاركة. طيب ليهم. طيب هذا كوتسوس جديد سوف نعمله ريسكين. نلاحظ هذي بي اذي البي اس دي او اه هي الخاصة بالبطن. اللوغو وما شابه هذلك يعني هي جاهزة. اس دي جاهزة فقط تنقر عليها تفتحها بالفوتوشوب هذي اللوغو. هذا هو الحجم حق هذا وهذا هو اللوغو. اه الذي يمكن ان تقوم بالتعديل عليه. فهي جاهزة للتعديل على جميع الملفات الموجودة في اه هذا في هذا في هذا كوتسوس. سوف نشرح ما هي هذه الملفات. نرجع. نرجع من هنا. هذه. لدينا هذا الكود. هذه التي تشرح الكود. وهذا الكود ابي كي. تلاحظ هو يعمل على على القرادة الستة نقطة خمسة. ندخل الى الاب. ثم ريشيرس. ثم مين. لاحظوا هناك ملف الاسيت. الاسيت في ملف سوف نقوم بتعديل عليه. هذه الايقونة. ندخل الى الجروابل. هذه هذه الملفات. هذه الملفات البطون. يمكننا التعديل عليها من خلال هذه الملفات هنا. من هنا. هذه البطون. اه سوف نقوم بتغيير هذه البطون الثلاثة. اه مثلا هذه الكتابة. هذه الكتابة. اين اينا نقوم بتغييرها. نأتي الى هذا الملف. في البي اس دي. الذي اه تم وضعه سابقا. ونقوم بالتعديل عليها من هنا. او من خلال الفوتوشوف مباشرة. لا يهم. طيب نرجع. سوف نقوم بتغيير جميع هذه الملفات الجرواب. هو ملفات الميب ماب. الايقونات الخاصة في الميب ماب. اه في اصوات الراو في الاصوات هذا الصوت. ايضا سوف نقوم بتغييره ايضا. هذا الصوت نقوم بتغييره ايضا. سوف نبدأ. نبدأ على بركة الله. نحن اه الاول شيء نقوم بعمله في اي كود سورس. مثل ما عودناكم ومثل ما شرحنا لكم. هذه الطريقة الصحيحة حتى تتجنب الكثير وكثير من الاخطاء. نأتي الى ملف لما تدخل الى اه الكود سورس تأتي اسم ملف اسمه البويلد. نقوم بفتحه. لاحظوا هذا الملف وهذا الكود يعمل على نسخة اندرويد اربعة نقطة واحد نقطة سفر. نذهب الى الاندرويد الذي قمنا بتثبيته. نحن نقوم بتثبيت قمنا بتثبيت نسخة اربعة نقطة سفر نقطة واحد. او اي نسخة اخرى حتى وان كنت مثبت نسخة اخرى نفس الطريقة. اربعة نقطة سفر نقطة واحد. هنا نقوم بتغيير هذا الملف هذا الكود من هنا. اربعة نقطة سفر نقطة واحد ثم نعمل ثم ماذا نفعل نحن كنا شرحنا في دورات سابقة في دورات سابقة كيف نقوم بمعرفة نسخة القرادل في كل دورات يعني كيف نقوم ارجع الى الدورات تعرف كيف نقوم بمعرفة نسخة القرادل لاي هي الامر هو بسيط وبسيط جدا كيف تأتي الى اندرويد ستوديو ثم تقوم بانشاء مشروع جديد مشروع جديد وتكون بهذا قد حللت المشكل طيب بعد ان نقوم بمعرفة نسخة القرادل نأتي الى اندرويد نأتي الى القرادل هنا ملف اسمه القرادل ثم رابر ثم تفتح هذا الكود بنتبات بلاس بلاس لاحظوا النسخة ستة نقطة خمسة لما نقوم بفتح مشروع جديد ونذهب الى نفس المسار نجد بان هذه النسخة تعمل على ان هذه نسخة اندرويد اربعة نقطة سفر نقطة واحد تعمل على نسخة القرادل ستة نقطة واحد نقطة واحد ستة نقطة واحد نقطة واحد تعمل تنقل على طيب نرجع الى القرادل الآن سوف نقوم بتهيئة هذا القرادل حتى يعمل على هذه النسخة ماذا نفعل؟ نأتي الى ملف نقوم بعمله سيبريم وملف أيضا نقوم بعمله سيبريم وملف أيضا يمكن نعمل له سيبريم دخل الى هنا يمكن أيضا أن تعمل له سيبريم من هنا يمكن أيضا أن تعمله سيبريم ويضا ملف هذا ملف هو فيه يعني تطبيق جاهز لهذا جاهز مسبقا نعمل له سيبريم لا لا حاجة لا نبه نأتي الى هنا نفتح هذا ملف هي تعمل على نسخة ثلاثين طيب كل شيء تقريبا جاهز لنعمل نفتح نأتي الى الاندرويد ستوديو ثم من نقوم بالبحث عن مكان تواجد الاندرويد ستوديو نحن نضعه في الدسكتوب مثل ما شرحنا سابقا نحن نضعه في الدسكتوب أين في هذا المجلد أين في هذا هو ثم هذا هو هذا هو الخاص بنا ننقر على اوكي الان سوف يتم عمل ويقوم بالبحث في الملفات وعملية تحميل للقرادل ها يقوم بعمل تحميل القرادل سوف يعمل الان القرادل ستة نقطة واحد نقطة واحد نسخة ستة نقطة واحد نقطة واحد لو نرجع الى نفتح لاحظ تم انشاء ملف آآ الإديا وصفها نقطة إديا وصفها ينشئ ملف نقطة آآ يعني بدأ تحميل نسخة المتوافقة مع هذا كما تشاهدون هنا ويقوم بتحميلها نسخة القرادل ستة نقطة واحد نقطة واحد ننتظر استكمال تحميل حوالي سبعة وتسعين ميجا بايت ننتظر استكمال تحميل هذه النسخة وعمل لها تثبيت يعني في في لتهيئة هذا حتى يعمل على هذه النسخة بدون أخطاء هذه الطريقة الأصلية والصحيحة مئة في المئة يعني حتى لا تواجهونكم حتى لا تواجهكم أي أخطاء حتى وإن واجهتكم أخطاء فهي خطأ أو اثنان ويمكن حلوه ببساطة على حسب برمجة أكواتسوس بطبيعة الحال لأنه في بعض البرمجة يعني لا تكون أو إضافات أنت لم تقوم بإضافتها سابقا مثل وما شبه ذلك قد يكون بعض البرمجة في بعض الأكوات مثل هذه فقد تقوم بإضافة يظهر أخطاء فقد تقوم بإضافة يقول لك ضف هذه الأخضاء أو قم بتحميل كذا تقوم بتحميل كذا وكذا وتتبع الإرشادات فقط لكي تحقوم بحل ذلك المشكلة ننتظر استكمال التحميل ونعود إليكم لاحظ هنا كلمة تم يعني لاحظ هنا كلمة كيف يتغير التطبيق إلى لما يصبح هنا كلمة تقريبا تعرف بأن التطبيق جاهز جاهز بشكل كبير لعرض لكي يكون يعمل بطريقة جيدة نأتي نأتي للتطبيق طيب هذا هو شكل التطبيق كما نشاهدون هنا هنا هذا هو شكل التطبيق طيب أول شيء نفعله نأتي إلى تجريب التطبيق هل هو يشتغل بشكل جيد أم لا نأتي إلى ثم نختار هنا لرفعه على ويكون بامتداد وهنا لف تجربة لتجربة على هاتفنا فقط ننقر هنا نختار إذا كان لديك تنقر هنا من هنا وتختار إذا لم يكن لديك قم بإنشاء جديد ننقر على من هنا من هذا نقر من هذا البراوزر ننقر من هنا لوضع اختيار مكان عامل لهذا سوف نضع في نعطيه اسم ثم نعطيه نعطيه باسورد نقوم بتكرير الباسورد هنا ثم ملف نعطيه أيضا وهنا نقرر نفس ويمكن أن تضع نفس الباسورد خاص بالكيستور ونفس هو بالاليس هنا تضع اسم خاص بك هنا الشركة أو الوحدة الخاصة بك هنا الشركة الأصلية هنا مكان تواجدك أو ما كان تواجد الشركة هنا البلد البلد تواجد الشركة هنا كود خاص خاص بالدولة لدينا في الجزائر ميتون تلتاش هو رقم هاتف وما شبه ذلك ثم تنقر بشكل جيد وأي خطأ سيظهر لاحقا سوف يكون من من الجهاز وليساميك من من يكون من الخاص بك وليساميك طيب يقول لي انا كنت نفعل خاصة بالغرادل نقول له وي اوكي طيب نفتح ويعمل على نسخة ثلاثين من ثلاثين هذا الكود ضروري تغيره سوف نقوم بتغييره لاحقا هي سهلة وبسيطة واحد اثنان سفر لن يظهر لنا ذلك الخطأ المعتاد الذي كان يظهر لنا نجب هنا قمنا بتفحصي فقط باشي انتمام انتظر ونواصل انتم مستعمل ثلاثين اذا اذا اضح اذا 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 ما وكوبي وادخل الى آآ ملفة هاتفي اضعه هنا لأقوم بتجربة عليه سوف اقوم بتثبيته هذا والتطبيق سوف اقوم بتثبيته لعينته نبدأ بتثبيته ولا ونعين التطبيق نوقع انستال ننقر اذري طيب هذا هو التطبيق فيه الصوت ثم بياخذ الصوت هذي بطن بلاي هذي بطن اوبسين بطن اكزيت هنا الشار بطن ورات بطن وما شبه هذيك هذا اعلان بانر اعلان بانر ادمو بانر ننقر على بلاي لاحظوا تظهر ان هنا عملية الجمع عملية الناقص عملية القسمة والضرب نأتي الى عملية الجمع ثم تظهر الكوزيت الخاصة بنا ستة زائد عشرة كم تقوم باختيار واحدة من هذه نختار العدد الصحيح حوى ستة عشر نختار هنا هنا سوف نختار القيمة الخاطئة واحد هنا لاحظوا كيف تخرج ننقر بلاي ننقر اوبسيو نحن ما يهمونا لاحظوا هنا اعلان انترستي تيل تاست عاد ننقر الى اوبسيو هنا لكذا نعمل اه لاحظوا لكذا نعمل اه نعمل موت للصوت من هنا من اوبسيو ونرجع من الاعلى من الاعلى هنا 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 لي اخذوك الى بلاي ستور هنا لي اخذوك الى بلاي ستور هنا لي اعمل الشار بوتون هذا الشار بوتون مشاركة التطبيق وهنا لعمل رات لتقييم تطبيق هنا وهنا هذا هذا زر يمكننا ان نقوم بالتعديل على هذا كيف ما نشاء سوف نقوم بشرح هذا لاحقا في اخر هذه الدورة سوف تعلمون كيف تقومون بعمل اكا نقوم بعمل عدت هندسة لكامل هذا الكود بطرق اخرى لاحظ الخلفية تتحرك طيب الكود هو كود السهل وبسيط نواصل في الشرح نأتي الى هنا نقوم بفتح صفحة جديدة دائما اول شيء نقوم بعمل اه تغيير له هو هو اه نبدأ اولا نبدأ بال اه نأتي الى المانيفست نفتح اندرويد منيفست هذا هو اينما تجدون كلمة باكيج هذا هو الباكيج نيم من هنا الى غاية هنا نملع كوبي ثم نضع انا في العادة اضع الباكيج نيم على مرتين هكذا حتى اعدل في الثاني سوف اضع اجعل هذه الكلمة الاولى اجعلها كلمة كوم هنا اه اجعل هذه الكلمة اجعلها ريسكن مثلا ريسكن وهنا ماتيماتيك اتركها ماتيماتيك لا مشكل ماتيماتيك ماتكويز او ما شبه هذلك اتركها كما هي لا مشكلة نأخذ هذا الباكيج نيم الخاص بنا ثم نذهب الى محرك بحث اه جوجل نكتب جوجل بلاي نختار جوجل بلاي نختار جوجل بلاي ندخل في متجر جوجل بلاي لماذا ندخل في مجال جوجل بلاي حتى نقوم بتجربة نأخذ اي تطبيق اي تطبيق لا على الخيار اي تطبيق مهما كان هذا التطبيق اي لعبة اي مهما كانت نأخذها اي تطبيق اي لعبة اي شيء موجود في سوق جوجل بلاي لديه كيف نعرف كيف نعرف هذا هو الخاص بهذا التطبيق نقوم بمسح الخاص بالتطبيق لنقوم بتجربة الخاص بنا نضع ثم لاحظ ان هذا الذي قمنا باختياره هذا الذي قمنا باختياره هو غير موجود في سوق جوجل بلاي لهذا يمكننا ان نعمل عليه ونرفعه في سوق جوجل بلاي بكل الرياحية طيب نأتي الى تغيير كيف نقوم بتغييره نأتي الى هذه الدائرة نزيل من هنا لاحظ ملفات الجابة كيف هي هذا خاص من هذا السطر لاحظ السطر بعد ازالة ملف سوف يتم فتح الملفات لاحظ هنا ملف الاول هنا ملف ثاني هنا ملف ثلاث نأتي الى الباكيج نايم الخاص بنا سوف نقوم باستبدال tn ب.com نعمل لها كوبي ثم نأتي الى ملف تي انها هنا نعمل له بزر فأر الايمن نختار refactor ثم run name ثم ننقل على run name package ثم نقوم باستبدال هذا الملف هكذا ثم نختار ثم نختار ها قد تغيير هنا وتغيير هنا ايضا نأتي الى الملف الثاني لاحظوا نقوم باستبدال هذه الكلمة بكلمة risk اكتب اي كلمة هنا ليس بضرورة ان تكون كلمة risk اكتب اي كلمة المهم يكون هنا اي وحيد في اه ثم 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 قد تأتيك في الاسفل هنا دوري فاكتور قم بها ثم نترك الكلمة الاخيرة هي نفسها نقوم بتغيير عليها نتركها على حاله نأتي الى هنا ونعمل اه نرجع تشيك بوكس هنا كمباكت ميد الباكاج هنا ليرجع الى الباكيج نيم الجديد كما هو هناك طريقة اخرى للتغيير الباكيج نيم تأتي الى الملف الى الاب من هنا وتعمل روبلاس امباتج نظهر لك هذا ثم تأتي بالباكيج نيم القديم هنا اوبي تضعه هنا باست هكذا لاحظ قد ظهر اه في اماكن اخرى هذا الباكيج نيم قد ظهر في اماكن اخرى في اماكن اخرى ثم تأتي الى هنا تعمل كوبي الباكيج نيم الجديد وتضعه هنا باست ثم تنقر روبلاس ال روبلاس ال ثم روبلاس بهذا تكون قد غيرت في كامل اماكن الموجودة في الكود سورس الباكيج نيم القديم لم يعد له اي اثر في هذا الكود سورس طيب بعد ان نقوم بتغيير الباكيج نيم ماذا نفعل نأتي الى الاب ثم تأتي الى بويل جرادل مودي الاب ترفع من الاعلى من هنا هنا تقوم بتغيير الفيرزيون كود هنا تضع اثنان هنا مثلا ولكن واحد تضيف لقم اثنان وهنا واحد نقطة تكتب ما تشاء هنا هنا تكتب ما تشاء نقطة اثنان الصفر نقطة ثلاثة وثلاثون مثلا او اي شيء اخر ضروري عمل هنا تغيير الكود الفيرزيون كود طيب ثم تنقر على يعمل ثم تذهب الى ثم 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 من هنا تبحث عن شيء اسمه هنا هذا هو او اسم التطبيق هو اسمه كمتشاهد هنا من هنا نعمل له ايضا قوبي حتى احتفظ به اقوم بتغييره اقول انا اقول له مثلا رسكين ماث رسكين ماث اعطيه هذا الاسم اعمل له كوبي واضع هنا باست هنا باست يمكنك كتابة هنا اسم باللغة العربية ايضا اذا ارتدت ان تقوم بتعريب هذا الكود قوم بتعريب هنا هذه الكلمة جميع هذه الكلام وتقوم بتعريبه هنا اترك هذا الرابط كما هو يمكنك تعريب كل هذه الامر طيب ومن هنا يمكنك ان تقوم بتغيير الالوان الخاصة بالتطبيق طيب بعد ان قمنا بتغيير بعد ان قمنا بتغيير ماذا بقي لنا سوف نقوم بتغيير شيء مهم وهو اعلانات الانت البانر او اعلانات ادموب تأتي الى ملف اندري ستوديو منافس تأتي الى الاسفل نأتي الى الاسفل طيب ضروري ان تكون هنا هذه الخاصة بالاكسي والانترنت والوي في ضرورية نأتي الى ملفة جابا من هنا ونبقى نبحث في هذه الملفات عن شيء اسمه الادز الاغلب يكون متوجد في المين اكتيفيتي نبحث الاخواد الادز او الادموب طيب بعد ان قمنا بالبحث المطول وجدناه في هذا الملف في هذا الملف eventual هذا الملف الايوب لاحظوا نقوم بتغيير هذا الكود وهذا الكود هذا الكود عبارة عن هذا الكود عبارة عن وهذا الكود يقدم هنا وهنا تأتي الى الأي دي الخاص به المطة هذه الميطة. هذه هي الميطة هنا. كما تشاهدون هنا. هنا الميطة الخاصة بالأدموب. تقوم بتغييرها من هنا. اه الذي تميزها هذه العلامة. هنا. هذه العلامة. تقوم بتغيير اه كود الميطة من هنا. طيب نحن هذه الامور قد تجاوزناها. امر اه الامر الخاص بها كيف تقوم بتغيير اعلانة ادموب هي امور سهلة وبسيطة. يمكنكم الرجوع الى الدورات سابقة. فنحن شرحناها بالتفصيل في كل دورات. سوف نتجاوزها في هذه المرحلة. حتى لن اخذ الكثير وكثير من الوقت في هذا الفيديو. نريد ان يكون دورة بسيطة وصغيرة حتى يفهم الجميع. طيب اه بعد ان نقوم بتغيير كل هذه الامر. ماذا بقي لنا? بقينا تغيير سياسة بريفايسي بوليسي. اه بريفايسي بوليسي كيف هي? نأتي الى هنا. نذهب الى ثم 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 ونقوم بفتح هذا الكود هذا هذا اله هذا اله عن طريق اه نوت بات بلس بلس. لو نفتح هذي هذي هي عن طريق عبارة عن صفحة نحن ماذا نفعل? اه نأتي الى الكود سورس نأتي الى الكود سورس ونقوم بفتح هذه الصفحة عن طريق اه نوت بات بلس بلس كما تشاهد نوت بات بلس بلس هذا هو كود هتيمل هنا من هنا هذا هو كود هتيمل نحن سوف نقوم بتغيير هذا الشيء من هنا هذا الكود هذا فقط في سوف نقوم بتغيير نترك اه من بوضي الى سوف نتركه ونقوم بحث ما بداخله هنا نقوم بحث فيه هكذا لو نفتح نقوم بحث من اسفل الى 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 غاية الى غاية اه فوق نقوم بحث فيه ليصبح كود اش تي اميل بهذا الشكل بهذا الشكل اكود اش تي اميل يظهر لنا مثلا هذا الرابط هذا الموقع هذا اديتور اش تي اميل يظهر لنا مثلا هذا الرابط او هذا الموقع سوف نعمل من خلال هذا الموقع نذهب الى اه هذا الى نذهب الى هذا الرابط هنا ندخل اسم الى هنا ندخل او اسم التطبيق هذا هو اسم التطبيق نعمل هنا او اسم التطبيق هنا هنا الشكل TON نطبغ الى الى ادرس ايميل الخاصة بنا مثلا على سبيل المثال ه Luis اضع ايميل هنا اضع ايميل gmail.com هنا هنا وهو jest اسمك الخاص. المبرمج. اسم المبرمج. هنا تختار هل تطبيق مدفوع ام ام فري. نحن لدينا تطبيق مجاني. هنا نظام موبايل. هل هو اندرويد ام ايو اس? نحن لدينا موبايل. هنا تترك التاريخ. هنا هو حساب اندي فيديال. لدينا حساب على جوجل في اندي فيديو. تضع اسم حسابك المطور. تضعه هنا. اسم حسابك المطور ليكن كالعادة. ثم تنقر هنا. هكذا. لاحظوا. هل التطبيق يعمل على على الجوجل اناليتيك فيرباز او تأتي الى هنا اندرويد ثم تفتح من هنا ثم تفتح الاب. لاحظ لا يوجد ملف الجيسون هنا. اذا التطبيق لا يعمل على ملفات اه على لا يعمل على ملفات الفاير باس. اه يمكنك اختياره. يمكنك اختياره. اذا كانت اذا كنت اضافت اعلانات فيسبوك اختار هنا فيسبوك. اه اذا كنت تعمل على اه انيتي تنقر هنا. اذا كنت تعمل على تضع تضع اذا كنت تعمل على اعلانة تختار هنا. اذا كنت قد وضعت اعلان تنقر هنا ايضا. شركة شرحنا كيف تقوم باعلانة اضافة اعلانة في التطبيق. ثم تنقر هكذا. ثم من هنا تنقر بهذا الشكل هكذا. في هذا الكوض تعمل لكامل هذه الى غاية تعمل من هنا الى غاية الاميل هنا الى غاية الباريد هذا هذا السطر اننا نحتاج اليهما. نعمل لهذه الى الى ملف او الرابط. تذهب الى هذا الرابط. نضع هنا. لتظهر في الجانب الاخر على شكل يعني على شكل اشتيامل. نعمل لها من هنا. مع ذرة. وعملنا النوفل يعني هكذا لتظهر في الجانب الاخر لما تفتح لما تفتح الموقع يظهر بهذا الشكل نحن نأتي الى هذا الجانب نعمل ثم نعمل مسح ثم نعمل بهذا الشكل تظهرنا بهذا الشكل من الجانب الاخر نعمل نأتي الى هنا ننقل على ثم نعمل ونذهب الى الملف الذي فتحناه المفخص الذي قمنا بحثفه كما سبق وعن قلنا قلنا نقوم بفتح هذا الملف عن طريق النوت بات بلاس بلاس وقمنا بحث ما بين البودي وصلاش بودي ثم نضع في هذا الفراغ نضع آآ نضع هذه هذه السياسة الخصوصية من هنا نعمل لها كوبية ونضعها في هذا المكان هنا هكذا ثم ننقل على آآ من هنا ننقل على لاحظوا هكذا لما نذهب اليها ونقوم بفتحها لاحظ هذه لاحظ هذا هو اسم هذا التطبيق الخاص بنا وهذه السياسة الخصوصية الجديدة الى غاية آآ اسجيميل هذا هو السياسة الخاص بنا الذي وضعناه يعني آآ قمنا بوضعها بنجاح آآ بتاريخ عشرين اتناش القوص dicen 21 كما تشاهدون هنا تم وضع هذه السياسة الخصوصية بتاريخ عشرين أثناش القوصة el21 وهو نفس تاريخ عشرين ديسمبر واحدة ووحدة وعشرين ديسمبر الفي Tanzu 2021 طيب بعد أن قمنا بتغيير سياسة نذهب الي التطبيق لنقوم بالتعديل عليه آآ كما سبق وأن قلنا لكم سوف نقوم بالتعديلات التقنية أو حتى يخرج كودسورس إنيك غير موجود مثل الأول نأتي إلى ريسيرس ثم نذهب إلى اليوت نختار ماين أكتيفيتي لاحظوا هنا هنا سوف نلعب على هذه التطبيقات هنا يمكننا رفع هذه الكلمة يمكننا رفعها إلى الأعلى هكذا يمكننا اللعب على كامل هذه الأمور طيب نذهب الآن إلى تغيير الصور نأتي إلى إذا نقوم بتغيير نأتي إلى موقع نأتي إلى هذا الموقع نختار الصور نبدأ في ملف سوف نقوم باختيار مثلا هذه الإقونا هذه الإقونا فيه كما سبق ما قلنا فيه ملف خاص بالإقونات هنا يعمل على فوشتو شوب كما تشاهدون هكذا هنا هذا ملف سوف نعمل بطريقتنا الخاصة لا نقول التقليدية وإنما الطريقة التي لم إذا لم يكن لديك هذه الملفات كيف تعمل؟ ندخل إلى نبدأ بملفة نبدأ بملفة لاحظوا هذا السهم نأتي إلى ونكتب فليش نأتي إلى هنا ندعم نحب من الإيماج هنا اختار فيكتور ثم نأتي إلى ملب هذا الفلش هذا ونعمل له وفري افك فوتوشوب وأيضا تلك الصورة الخاصة بالفلش أيضا نقوم بفتحها نطريق الفوتوشوب طيب ماذا هنأفعل نأتي إلى هنا نعمل كوبي من اديتور نعمل كوبي ثم نذهب إلى هنا نعمل باست قولي ثم نقوم بتصغيرها نقوم بتصغيرها حتى تتناسب مع الصورة هكذا نقوم بجعلها بهذا الشكل طيب نجعلها بهذا الشكل هكذا نأتي إلى في شي ثم نعملها أوكي نتركها بنفس الاسم أوكي أوكي طيب نلاحظ كيف تم تقام بتغييرها لنواصل نغير بقية كامل هذه الصور بما تناسبها ونعطيكم هذا نرجع إلى هذا هنا نقوم بفتحه مات كويز فور كيدز هنا هذه الصورة نقوم بتغييرها من طريقة بالأب نايم هنا من هنا هكذا نعمل نص نختار نص هكذا نعمل باست بهذا الشكل نعطيه اللون ليكون اللون الأحمر ثم نعطيه ليكون حواف سوداء هكذا بهذا الشكل هكذا نقوم بعمل زوم يعني تتأخذ كامل الصورة نعمل توقف نعمل بعد ان قمنا بتغيير جميع الصور. انا بتغيير جميع هذه الصور. نقوم بتجميع الان التطبيق. استخدام التطبيق. نرفع عقل سوق جوجل بلاي. نأتي الى بويلد جنيكسينج باندل ابي كي. اه اذا قالتم ان ترفعوا على على الاندروي ستوديو على حسابكم اه ان جوجل بلاي مطور. انقر جوجل اب باندل. نحن سوف نختار هذا لاننا سوف نقوم بتجربتها للهاتف. ندخل الخاص بالاليز والكيس. نستخر التطبيق. لاحظوا التطبيق كيف اصبحت بهذا الشكل. سوف يصبح التطبيق بهذا الشكل. هل تشاهدونه هنا. قريب انه مختلف تماما تماما عن التطبيق الاول. نفس الشكل لكن اه هو مختلف تقريبا اه بنسبة كبيرة عن التطبيق الاول. كما تشاهدون تم استخدار التطبيق. نقوم بتجربة التطبيق. هذا هو رقم اثنان ناضيه او نعملها كوبية مشكلة نعملها كوبية. نضعه هنا. معذرة. لم نقوم بشيء نقوم بتغيير اه الايقونة. هنا كم تشاهدونه. هذه الايقونة نقوم بتغييرها ايضا. بدنا نقوم بتغيير الايقونة نقوم باستخراج التطبيق من جديد. نقوم بتثبيت التطبيق. ضيب نقوم بفتحه. نلاحظ كيف يظهر هذا هو سبلاش. هذا هو سبلاش الخاص بنا. نلاحظ كيف تغييرات بشكل كلي. ننسي ما تغيير هذين ايقونتين يمكنكم تغييرهم. انتظر هنا في الشرحات القادمة. تنسوا بالنقاط سبسكريب قناة دمتم في رعاية لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.